التحديثات والإضافات مستمرة باللعبة وكل أسبوع في تحديث ومركبات جديدة اليوم موضوعنا عن تحديث 7 أغسطس لـ 2018 السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد من GTAV أول شيء أبايتكلم عنه هو الطيارة الجديدة B11 Strikeforce بسعر 3.800.000 من جهة التعديلات عندك إضافة دروع، تحسين المحرك، 12 نوع ليفري، 4 أنواع للقنابل تغيير اللون الأساسي وتغيير اللون الثانوي الآن الطيارة بصراحة تعتبر واحدة من أفضل الطيارات باللعبة لعدة أسباب أول شيء عندك أربع أنواع أسلحة صواريخ حرارية، صواريخ متعددة، رشاش متفجر، وطبعاً القنابل وبنفس الوقت الطيارة سريعة وعندك محركين إذا انضرب واحد تقدر تكمل على المحرك الثاني لمسافة قصيرة وآخر شيء الطيارة ما رح تنفجر إلا بعد خامس صواريخ لكن طبعاً سعرها ما هو برخيص ويوصل لأربع مليون تقريباً من هنا ننتقل للديجي الجديد ديكسون عشان تجيب الديجي بيجيك اتصال من ديف بعدها تقدر تقبل المهمة وتدفع مئة ألف من هنا لازم تأخذ السيارة وتروح للفندق عشان تجيب الشخص لكن المشكلة أنه فيه عصابة بتسرق الشنطة الخاصة فيه ولازم تقتل عصابة وترجع الشنطة لكن انتبه الشخص اللي سرق الشنطة ما رح يموت إلا إذا صوبت على رأسه طبعاً بعد ما ترجع الشنطة تقدر تأخذ الشخص للنادي بتنتهي المهمة الآن ننتقل للملابس وعندنا أضافتين الأولى بتجيك إذا سجلت دخول خلال الأسبوع والثانية خاصة بالديجي الجديد آخر شيء ننتقل للخصومات عندنا خصم على كل أنواع الهنقر كل أنواع البنكر وكل أنواع الكلوب هاوس خصم على بزرد أثاك تشبر سي سبارو وآخيراً هافق من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله